السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو سنرى وليد الرجراجي كيف ندار لكي يقنع إبراهيم دياز بتمثيل المنتخب الوطني المغربي في المستقبل القريب ونمشي ونرى التفاصيل ولكن قبل أن نبدأ أتمنى أن تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الإعجاب بالفيديو والأهم والصلاة على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أكدت العديد من التقارير الصحفية بالناخب الوطني وليد الرجراجي رفقته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كي يديروا واحد الخدمة نقية بزاف باش يقدروا يقنعوا إبراهيم دياز يمثل المنتخب الوطني المغربي وبدأوا حاليا كيتقربوا منه ومن وكيل أعماله وحتى بعض المقربين منه وهذا الشي عادي حيث حتى إسبانيا يقدر نفس هذا البلان باش تقنع إبراهيم دياز يلعب مع المنتخب الإسباني وتابعت دات تقارير باللي وليد الرجراجي مدرب المنتخب الوطني المغربي كي يحاول يقنع إبراهيم دياز باش يمثل المنتخب الوطني المغربي في أسرع وقت ممكن حيث الاتحاد الإسباني لكرة القدم بغي يخطف إبراهيم دياز بأي طريقة ممكنة وخاكيبا باللي إبراهيم دياز قريب جدا من المغرب وكيف شفته جلم الراكش غير في هذه الأسبوع لها كي يحاولوا يضغطوا عليه ولكن إن شاء الله غد يلعب مع المنتخب الوطني المغربي وهذا الشيء اللي كانت منه وصراحة كرأي شخصي كيبا اللي يبلي وليد رقريقي ولفوزي القجاع بحكم الأخبار اللي ولينا كنقرأوا كل نهار راهم دينين كل مفجادهم باش يقنع إبراهيم دياز يمثل المنتخب الوطني المغربي وأنا شخصيا كانت من إبراهيم دياز يختار يلعب ويمثل المنتخب الوطني المغربي لأنه غد يكون ربح كبير جدا للمغرب إن شاء الله إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو أعطوني رأيكم واشكت توقع إبراهيم دياز يختار يلعب للمنتخب الوطني المغربي ولله جوبوني في لكم وطير وإلى اللقاء وفي أمان الله